الفريتز بتاعت الجيتار اهلا بيكن في درس جديد من دروس الجيتار النهاردة حنتكلم عن الجيتار الالكتريك بالتفصيل على حاجة معينة مهمة جدا في الجيتار الالكتريك الجيتار الالكتريك زي ما احنا فهمنا من حلقاتها بل كده راجع الحلقات بتاعتنا اللي بتشرح بالتفصيل بكونات الجيتار الالكتريك الجتار الالكتريك جتار مصمت غالبا في بعض الجتارات الالكتريك اللي هيا فاضية من جوه هولو او نص هولو مثلا ولكن انا وناس كتير بنؤمن ان الموضوع ملوش علاقة خالص باي تجويف فيه خلال الجتار الصوت بتاع الجتار الالكتريك دايما بيطلع من الكويلات او من المايكات بتاعته دايريكت على طول الى مكبر الصوت اللي هو الامبليفاير اللي حيطال علينا الصوت بتاعي او هل كنا هنعدله بشوية افكتات فالجتار نفسه الالكتريك اللي بيطلع لصوت بتاعه المايك مش تجويفه ولا نوع الخشب بتاعه فانت ممكن تستعمل اي نوع خشب حتى انا شفت جتارات معمولة جديدة جايبين البلاستيك بتاع الليجو او بتاع اللعب بتاعت الاطفال داي تلازقينه على بعض وعملينه وقطعينه بحيث يعمل شكل جتار الالكتريك وركبه كويلات جواه وبقى جتار حلو بتاعه بس بلاستيك وانت شايفه وشايف اللعب بتاعت الاطفال متركبه الليجو ديت فبقى الجتار متميز وغريب ولكن صوته جتار الالكتريك زي اي جتار الالكتريك تاني هتشتري تمام يعني طب ايه اهم حاجة بقى في الجتار دلوقتي في رأيي انا الشخصي اهم شيء في الجتار الالكتريك حاجتين هما دول هيفرقوا معاك كل حاجة الكويلات بتاعت وجوداتها تكون كويسة معقولة اناش بقول تشتري اغلى كويلات ولا تروح تجيب كويلات بتامن الجتار لا خلص هتجي كويلات عادية مثل متصنعة كويس من شركات كتيرة مثلا شركات ابانيز حتى الشركات الكبيرة قوي اللي بتعمل زي سايمور دانكن مثلا بتعمل كويلات غالية قوي بتعمل كويلات برضو عادية جدا في متناول السعر بتاع الجميع لانها متصنعة في مصنع مش ملفوفة يا دوي بتفرق فالناس بقى اللي غاية تصرف فلوش شوية زيادة وعايز يعني واحد في المية زيادة عم بقيت اي حد وصوت متميز زيادة شوية بروح جايب الكويلات الغالية دايات ولكن الكويلات المتوسطة السعر والرخيصة كمان كويلات في منها ممتازة جدا ميش اي مشكلة خالص فانت لو جبت جتار غالبا كل شركات الجتار اللي بتصنع جتارات ذات قيمة ورخيصة السعر زي ابانيز وزي ياماها مثلا حتلاقي الكويلات كلها اللي متركبة عليهم كويلات ممتازة حتى الكويلات الرخيصة من شركة فندر ومن شركة جيبسون الكويلز بتاعت السكواير والكويلز بتاعت الإبيفون الجتارات اللي هي النسخ الرخيصة من الفندر الرئيسي الكويلات بتاعتها ممتازة جدا رغم رخص سعرها تاني حاجة في الاهمية في نظري في الجيتار واعتقد في نظري وفي رأيي انا اهم حاجة في الجيتار لان الكويلات ممكن تتغير دناما دي هتبقى مشكلة انك تغير فيها تغيرها او تجيب حاجة تاني ولو انه ممكن طبعا ولكن هتققى على دماغك قوي مصطرة الجيتار مهمة جدا 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 في عزفك للجيتار ليه المصطرة لو مستقيمة ولو الفريتس بتاعتها متخدمة كويس ومتصنفرة كويس ومزبوطة الكيرفات بتاعتها مزبوطة والارتفاعات بتاعتها كلها متقاسة حلو متفنشة حلو كلها مبعضية مصطرة الجيتار دي تبقى فيه منتهر روعة ليك عشان تتقدم في الجيتار وعشان عزفك يتحسن والدقة بتاعتك والسرعة بتاعتك وكل حاجات دي هتبقى مهمة جدا كمان عشان لما تيجي طبع الاوطار عليها تبقى الاوطار متوازية ما فيهاش ارتفاع في الاوطار على الخلا نمرة اتناشر تعمل لك صعوبة بيسموها الاكشن صعوبة في العزف تبقى تلاقي نفسك بتتأخر سنة وصعوبك بتوجعك لان بتضغط الوطر على ما يوصل لسطح الفريت بياخد وقت اطول فكل ما كانت المصطرة ممتازة التصنيع وكويسة التصنيع بتخلي عزفك للجيتار سهل وبتخلي والدقة بتاعت صوت الجيتار بتاعتك طلع التون بتاعته مزبوط كل حاجة مزب طب ايه العامل اللي بتبقى في مصطرة الجيتار مصطرة الجيتار طبعا استقامتها طبعا نوع الخشب اللي فيها لانك انت ما تجي تحطي ايدك من وراء فصوابعك لما هتتزحلق في ظاهر مصطرة الجيتار لو كانت المصطرة متصنعة كويس هتتحرك ايدك على مصطرة الجيتار بمرونة تفنشها طبعا بيفرق تاني حاجة القطر بتاعها هل هو مناسب ليدك ولا لا فيه ناس بتحب مصطرة الجيتار عريضة شوية فيه ناس بتحبها اصغر شوية فيه ناس بتحب الكيرف بتاعها عائلي شوية وفيه ناس بتحب الكيرف بتاعها مسطح شوية كل واحد ليه الافضلية بتاعته على حسب مقاس ايده وعلى حسب قوة صوابعه وعلى حسب افضليته ونوع الجيتار ونوع العزف اللي هو عايز يعزفه لناس اللي بتعزف متل غير الناس اللي بتعزف روك غير الناس اللي بتعزف شارقي غير كل واحد ليه الافضلية بتاعته بتاعت مستارة الجيتار بتاعته قطرها شكله ازاي وعرضها يكون شكله ازاي. النهاردة هنتكلم كمان عن حاجة مهمة جدا على مستارة الجيتار الفريتس نفسها. الفريتس بتاعت الجيتار الالكتريك او الداساتين بتاعت الجيتار الالكتريك انا عندي منها تلات انواع. واحد اللي هو النوع العادي النورمال العادي ده كانت كل الجيتارات بتتعمل فيه مسلا حد التسعينات. أوائل التسعينات نسل. اللي هي الفريتات العادية بتاعت الجيتار كل الجيتارات القديمة اللي هتشتريها من قبل التسعينات هتلاقي كل لها الفريتات بتاعتها لها وزنة معينة تقريبا من أوائل التسعينات يعني زودوا كمان على الفريتات ديت نوع بيسموه ميديوم هتلاقي الفريتة اعرضت شوية عشان تسهلك العزف وفي النوع المفضل عندي أنا شخصيا اسمه جامبو فريتس جامبو جاء من الطيارة الجامبو أكبر مقاس عندك في الفريتس دا إحنا حنشوف دلوقتي الفرق بين النورمل وبين الجامبو فريتس ده جتار أكوستيك زي ما احنا شايفين كده الفريتس بتاعه لو تاخد بالك من الفريتس بتاعته مقاسها مع مقاسه بعي يعني الفريتس الرفع بتاعها زي ما احنا شايفين ده مقاس دايما في الجتار الأكوستيك هتلاقي الفريتس واحدة مش هتلاقي اختلاف في الجتار الأكوستيك الفريتس مختلفة مثلا واحدة جامبو واحدة ميديوم واحدة عادي لأ خلاص هتبقى هي كل الفريتس اللي موجودة في الجتار الأكوستيك واحدة زي ما انتوا شايف كده هتلاقي الفريتس رفيعا نوعا ما ولو شفت البروفايل بتاعها من الجنب هتلاقيها يعني يا دوبك كده الارتفاع بتاعها مش هتلاقيه ضخم يعني واخد بالك زي ما انت شايف كده الفريت بتاعتي ارتفاعها يا دوبك بالنسبة لضف رصباعي يعني شوف هتبقى عاملة ازاي يعني النوع الجنبو بقى من الفريتس لو انا شفت الفريتس بتاعت الجنبو هتلاقي الفريتس مليانة شوية عريضة شوية وارتفاعها هيبقى عالي سنة حنشوف الفريت الجامب وشوف الفرق بين تخن الفريت ديت وبين التخن بتاع الفريت اللي قبل كده شوف فرق صباعي منها فدي فريتات جيتار إلكتريك حتى كمان الرسمة بتاعت الانلاي ديت اللي هي بيسموها تطعيم بالعاجة يعني أو تطعيم بالبلاستيك طبعا لا عاجة ولا حاجة هتلاقي التطعيم بالبلاستيك ده معمول حقا بيسموها سنان القرش سنان سمك القرش فدي كانت طلع موضة في التسعينات وشركات كتيرة كانت عملت الجيتارات بتاعتها منها إيبانيز وجاكسون ففعلا كانت لذيذة في انك تتفرجها ولكن السهولة بقى بتاعت العزف بتاع الجيتار ده لو انت شايف صباعي من العرض بتاع الفريت سهل جدا تتحرك على الفريت اللي هي الجامب وديت وبتحجز الواتر كويس فبتخلي سهولة العزف انا حواريكم الجنب بتاع البروفايل بتاعها حتى كمان الجنب بتاع البروفايل بتاعها مش هيتلاقوا فارق كتير عن الارتفاعات بتاعت الفريت اللي هي العادية ولكن العرض بتاعها بيسهلك العزف طلعت موضة الجامب وفريتس دي انا استعملتها واستعملت الفريتس العادية ولكن لازق في دماغي لازق انا في دماغي ممكن يعني ما يكونش الفرق كبير جدا لازق في دماغي ان الفريتس العريضة فعلا اسهل لي احسن لي انا في العزف وازرف فانا دايما لما بشتري جتار دلوقتي ما بجربش الجتارات اللي فيها الفريتس العادية بجرب دايما الجتارات اللي فيها الجامب وفريتس غالبا هتلاقي طبعا سعرها اعلى شوية لان اللي بيستعمل طبعا كمية معدن اكبر وتتزيب بتاخد وقت عشان تتزيبت اكتر من المصنع نفسه فهتلاقي الجامب وفريتس دايما الجتاراتهم وجامب وفريتس هتلاقي اعلى حتى لو كانت من نفس البراند يعني هتلاقي مثلا إيبانيز الجتارات النورمال هتلاقي سعر الجامب وفريتس هتلاقي سعر أعلى سنة صغيرة فدايما أنا بفضل الجامب وفريتس لما بستعمل في الجتارات الإلكترك بالزاد بتساعدني حتى في الحاجات اللي بيفاقي متال وديستورشن هتلاقي الجامب وفريتس بتساعدك أكتر من الفريتس العادية أتمنى أننا يكون شرحنا التفصيلة البسيطة جدا عن الجتار الإلكتر جدا لحس الناس كتير بتبعتلي بتسألني وهي بتشتري جتارات إلكترك طب أشتري إيه أشتري إيه أنا بقولك دلوقتي على الكريتيريا أو على البنود اللي أنا ببص عليها لما أشتري الجتار الإلكترك بتاعي أول حاجة بتبقى كويلاته قوية والإلكتركس بتاعته مظبوطة كويس لونه حلو طبعا عشان يناسبني ننهقف بيه على المسرح فأنا محتاج أن اللون بتاع الجتار يناسبني وناسب زوقي أنا المسطرة بتاعته دي أهم شيء عندي وباختارها دايما بالجامب وفريتس ولازم المسطرة القطر بتاعها يكون مناسب لإيدي لما أعزف عليها ما يكونش كبير عليها ولا صغير عليها ما بقاش عارف أتحرك على الجتار بحرية ليها لقيت أنسب جتارات بصراحة آآ نسبت في الموضوع دوت الايبانيز جتارات ممتازة جدا وليها ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الانتاج بتوع الجيتارات فانت لما تجيب جيتار جيبسون او جيتار فندر اصلي هيبقى طبعا الابيزات الامريكان اللي هو بتصنع في امريكا يعني هتلاقي الجيتار ما فيش حاجة غلط فيها فاتمنى اكون ساعت كتير الناس اللي هي هتشتري جيتارات جديدة واشوفك الحلقة الجاية اشتركوا في القناة